صباح الخير، صباح الأمل، صباح العمل، صباح الكفاح، صباح العزيمة والتحدي والإصرار عبرت مصر أزمة من أخطر الأزمات اللي ممكن تمر على أي مجتمع في العالم الحقيق عبرت مصر أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد ناينتين عبرت مصر رغم صعوبة المواجهة الحقيقة كنت اتكلمت مع حضراتكم في الحلقة السابقة عن عبور مصر لأزمة كورونا مش عايزة أقول في ناس هجمتني في ناس انتقادتني في ناس علقت على عبور مصر لأزمة كورونا وسألوني الحقيقة عدة أسئلة كان أهمها إزاي مصر عبرت أزمة كورونا إزاي حضرتك قلت الجملة دي استعداد مصر واستعداد الدولة المصرية بكامل قوتها بكامل طاقتها مستشفيات مصر استعدت بأكبر عدد من المستشفيات أجهزة تنفس واستوردنا وكملنا الأجهزة اللي كانت نقصة يعني حضراتكم أجهزة التنفس ما كانتش كافية بكل تأكيد مصر استوردت أجهزة استوردت أجهزة لعمل المساحات لعمل تحليل البي سي آر مصر استعدت بكل قوتها لمواجهة ومكافحة هذا الوباء الحقيقة خدنا قرارات مهمة علشان نواجه ونكافح هذا الوباء عندنا جيش من الأطباء مستعد لحالات الطوارئ على مدار 24 ساعة في اليوم 24 ساعة في اليوم الأطباء جهزين جهزين لحضرتك جهزين لأي حالة إصابة هو ده استعداد الدولة المصرية هو ده عبور مصر لأزمة فيروس كورونا المستجد يعني حضرتكم قولولي ايه معنى قولولي ايه معنى عبور فيروس كورونا غير ان احنا نستعد حضرتك لما كان عندك فيروس سي لما انتشر فيروس سي كفحنا هذا الفيروس أيضا لكن ما قضناش عليه عشان نقول عبرنا هنقضي على الفيروس ازاي يا فندم يعني حضرتك قولي معنى كلمة العبور غير اللي انا قلته غير الاستعدادات القصوى للدولة المصرية احنا دلوقتي ما عندناش اي مشكلة ان احنا نستقبل اي حالة مصابة هو ده العبور العبور ان احنا نكون مستعدين دايما لهذا الفيروس لأي حالة ممكن ينتشر فيها الفيروس الحمد لله ادرنا نحصر هذا الوباء سيد رئيس الجمهورية في اول الازمة كان ليه كلمة شهيرة الحصار او الانتشار ادرنا والحمد لله ان احنا نحاصر هذا الوباء وهذا الفيروس بشكل كبير الحقيقة بقينا مستعدين بقوة لهذا الفيروس لمواجهته لمكافحته للقضاء عليه باذن الله والحقيقة الدولة المصرية رغم صعوبة المواجهة لان المواجهة الحقيقة ما كانتش مع فيروس كورونا فقط المواجهة ما كانتش مع فيروس كورونا فقط يا فندم المواجهة ايضا كانت مع ايادي خفية عايزة تشوه وتهد في الدولة المصرية ايادي خفية بتحاول ان هي تستغل الازمات زي ما بيقولوا بالبلد دي كده الناس اللي بتصطاد في المياه العكرة ودول ما اكسرهم لمصلحة مين الحقيقة انا مش عارف هل عندهم اهداف استراتيجيات مخططات مخططات لايه يا فندم لهد دولتك لهدم دولتك لتشويه صورة دولتك انا مش قادر افهم الحقيقة مصر كانت بتواجه فيروس كورونا وايادي خفية تعبس لاستغلال الازمات زي ما قلت لحضراتكم في بداية الازمة وعند انتشار المرض وانتشار الفيروس وبدأت الاعداد الاصابات بتزيد حالات الوفيات بتزيد كان هناك قرارات هامة من السيد رئيس الوزراء وكان من اهم هذه القرارات هو فرض حظر التجوال فرض حظر التجوال يا فندم طلعت علينا مجموعة من الناس وقالت حظر التجوال هيتسبب في خسائر اقتصادية رهيبة ما بصوش لامن وصحة وسلامة المواطن وبصوا للفلوس بصوا للاموال الشعب هيموت المهم المصلحة الاقتصادية يا فندم الدولة لم تنتبه الحقيقة لهؤلاء المغرضين انتبهت فقط لمصلحة وصحة وامن وسلامة المواطن المصري لما قررنا الحظر قالوا لا مش عايزين حظر هنخسر كتير طب ولما دلوقتي قررنا نلغي الحظر هما هما نفس الناس بيعترضوا مرة تانية الاعتراض يا فندم من اجل الاعتراض ليس اكثر قالوا انت بتفتح دلوقتي ولسه حالات الاصابة طب ما احنا مستعدين يا جماعة وبقوة لمواجهة هذا الفيروس الخطير الحقيقة ولكن الدولة ايضا بتعيير انتباه للعمالة الغير منتظمة لاصحاب المشروعات اللي بقالها فترة كبيرة مغلقة الحقيقة بتنتبه ليهم الان بعد استعدادها وبعد اجراءاتها وبعد عمليات التطهير والتعقيم اللي حصلت في المؤسسات وهيئات الدولة بالكامل يا فندم ما سبناش ولا شارع ولا حارة ولا شركة ولا مؤسسة ولا هيئة ولا نادي اللي يا فندم ما قمنا فيه بعمليات التطهير والتعقيم استعدينا بجيش من الاطباء جاهز زي ما قلت الحضراتك والخدمتك 24 ساعة في اليوم على مدار الاسبوع لا يكل ولا يمل الحقيقة هذا الفريق طب ايه مصلحة الناس المعترضين في البداية قالوا لأ مش عايزين حضر وفي النهاية قالوا لأ ما تلغيش الحضر علامة استفهام كبيرة الحقيقة من هؤلاء المجموعة او من الناس دي طيب هو الحقيقة السيد رئيس الوزراء جاء بعدة قرارات او اصدر عدة قرارات قرارات معمول بها من اليوم قرارات الغاء الحضر المعمول بها من اليوم السبت هقول لحضراتكم قرارات السيد رئيس الوزراء جاءت هذه القرارات كالآتي فتح دور العبادة لأداء الشعائر مع الاستمرار في تعليق الصلوات الاسبوعية قرار دا الحقيقة انا هرجع له مرة تانية انا هكمل بقية القرارات وهرجع مرة تانية لأول قرار لسيد رئيس الوزراء هقولوا تاني فتح دور العبادة لأداء الشعائر مع الاستمرار في تعليق الصلوات الاسبوعية القرار التاني اعادة فتح المطاعم والمقاهي والنوادي بطاقة 25% فقط كمرحلة اولى مع حضر استخدام الشيشة وهرجع لموضوع الشيشة لأن الأهوة هتفتح فهرجع للشيشة قرار رقم ثلاثة استمرار غلق الشواطئ العامة والحدائق والمتنزهات قرار رقم اربعة هم تمن قرارات الحقيقة فتح دور السينما والمسارح والمراكز الثقافية بطاقة 25% قرار رقم خمسة تستمر وسائل النقل الجماعي في العمل من اربعة صباحا وحتى منتصف الليل حد الساعة 12 من الساعة اربعة صباحا لحد الساعة 12 بعد منتصف الليل المواصلات العامة هتكون شغالة قرار رقم ستة غلق جميع المحال التجارية في التاسعة مساء قرار رقم سبعة غلق المطاعم والمقاهي في العاشرة مساء واخيرا اخر قرار الغاء حظر التجوال مع فرض الاجراءات الاحترازية طيب الحقيقة انا قلت لحضراتكم ان انا عندي اول قرار هو فتح دور العبادة كنا بنطالب الحقيقة بفتح المساجد والكنائس لاداء الصلوات ولكن تم تعليق الصلوات الاسبوعية صلاة الجمعة صلاة الجمعة في الجوامع وصلاة يوم الاحد في الكنائس عشان بتبقى فيها تجمعات فاحنا مش عايزين يحصل اي نوع من انواع الاختلاطات دلوقتي الحقيقة عايزين نخلي المواطن دايما في صحة وسلامة وامن الحقيقة طيب لما جينا نتكلم عن فتح دور العبادة كان هناك اجراءات همة جدا يجب ان يتبعها المصلين في الجوامع الحقيقة وكان لازم اقولها لحضراتكو لان التوعية هي دورنا ان انا وعي السيد المشاهد ده دوري دوري ان انا اقول لحضرتك ايه الاجراءات اللي حضرتك لازم تتخذها علشان تخلي بالك من صحتك علشان تخلي بالك من امنك وامن بلدك طب ايه هي التعليمات دي انا هقولها لحضراتكو تعليمات همة الحقيقة للسادة المصلين في المساجد توضى في بيتك يعني اول حاجة حضرتك قبل ما تنزل وتروح الجامع وهتتوضى في الجامع لاتوضى في بيتك افضل رقم واحد رقم اتنين يا فندم التزم يا فندم بارتداء الكمامة وانت داخل المسجد مش بس وانت برة حضرتك بتدخل المسجد خليك مرتدي الكمامة افضل ترك مسافة بينك وبين المصلي الاخر ترك مسافة بينك وبين المصلي الاخر ويستحسن ان تتجاوز المتر يعني لو نوصل لاتنين متر ما فيش مشكلة يا فندم طيب استخدام سجادة صلاة معقمة خاصة بحضرتك حضرتك وانت نازل من بيتك رايح على الجامع ياريت سجادة الصلاة في ايدك معقمة ومطهرة فضل حضرتك فريشها في المسجد وصلي عليها بكل امان تجنب المعانقة او المصافحة بالايدي السلام في الاسلام هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حضرتك سلم سلام الاسلام تجنب التزحم عند دخول المسجد او الخروج منه صلي صلوات السنن في المنزل خلي الفروض في المسجد وحضرتك صلي السنن في المنزل اذا شعرت باي اعراض من الاصابة بالفيروس لا تذهب الى المسجد عند شعورك باي اعراض يا فندم حضرتك خاف على المواطنين خاف على اهلك خاف على ناسك خاف على بلدك الافضل ان حضرتك تتجه للمستشفى وتكشف وتعمل تحليلك اذا كانت النتيجة ايجابية لا قدر الله حضرتك بتتجه للعزل واذا كانت سلبية فالحمد لله دي الاجراءات الاحترازية اللي لازم المصلين يكونوا واخدين بلهم منها الحقيقة كويس جدا طيب القرار التاني للسيد رئيس الوزراء اعادة فتح المطاعم والمقاهي والنوادي بطاقة 25% فقط كمرحلة اولى مع حضر استخدام الشيشة الشيشة مليون خط يا فندم تحت الشيشة بتنقل العدوى بسهولة جدا فيعني مش من الجدعانة ان صاحب القهوة ييجي يقول لحضرتك تعال كده على جنب هاخدك هحط لك شيشة وحجر وقعد كده براحتك واشرب ده انا بعمل معاك واجب ده انا طلعت جدع معاك وبجيب لك شيشة حضرتك هو مش بيعمل معاك واجب هو بيأذيك هو مش جدع بالعكس يا فندم ده هو عايز يضرك الشيشة ممنوعة منعا بطا في القهوة يا جماعة ارجوكوا بلاش يعني بلاش نستنصح زي ما بيقولوا كده بالبلدي مفيش داعي خلينا نكملها على خير خلينا نقضي على الفيروس تماما احنا الحمد لله بدأنا نفتح المشروعات اللي كانت مغلقة المصانع هتبدأ تشتغل الاهاوي هتبدأ تشتغل محلات الترفيه هتبدأ تشتغل مش عايزين بقى نقفل مرة تانية عايزين نفضل فاتحين ونخلي بالنا من اجراءاتنا الاحترازية ارجوكوا ارجوكوا التزموا بالاجراءات الوقائية والطبية والاحترازية ارجوكوا يا فندم ارجوكوا حفظ الله مصر وشعبها باذن الله امتحانات السنوية العامة كيف تسير الامور داخل لجان امتحانات السنوية العامة وما هي حقيقة الصورة المتدولة لغش جماعي داخل احدى اللجان كل التفاصيل ولكن بعد الفاصل اهلا بحضراتكم من جديد الحقيقة انا كنت اتكلمت قبل ما مطلع الفاصل عن السنوية العامة وقلت لحضراتكم كيف تسير الامور في اللجان ما هي حقيقة الصورة المتدولة لعملية غش جماعي داخل احدى اللجان بدأت امتحانات السنوية العامة الحقيقة الاسبوع الماضي الاسبوع الماضي بدأت عملية الامتحانات طيب هو قبل ما تبدأ الامتحانات الحقيقة وزارة التربية والتعليم استعدت وبشكل قوي جدا لخوض عملية الامتحانات ويمكن احنا معانا صور لعمليات التطهير والتعقيم اللي حصلت داخل اللجان حضراتكم زي ما انتوا شايفين الصور امام حضراتكم الناس شغالة بكامل قوتها بكامل طاقتها لحفظ امن وسلامة الطلبة الحقيقة طلبة السنوية العامة زي ما حضراتكم شايفين اجهزة حديثة بتقوم بعملية التعقيم والتطهير الشغل باقصى قوة باقصى طاقة لحفظ امن وسلامة الطلبة انا متطمن على طلبة السنوية العامة الحقيقة متطمن ان هما هيقدوا امتحاناتهم في سلامة ويسر باذن الله اول ايام امتحانات السنوية العامة كانت يوم الاحد الماضي وياريت استاذ وليد يظهر لنا جدول الامتحانات نشوف مع بعض جدول امتحانات السنوية العامة لانهما الحقيقة يوم الخميس الماضي كانوا بيمتحنوا مادة اللغة الانجليزية الجدول امام حضرتكو يعني تقدروا تطلعوا عليه كانوا امتحنوا اول مواد اللي هي كانت اللغة العربية والدين ويوم الخميس كان فيه امتحان للغة الانجليزية واده الجدول هو امام حضرتكو بالمواعيد بالتواريخ بالايام بالمواد اللي هي امتحنها الطلبة والطالبات من ابنائنا من ابناء السنوية العامة طيب هو بدأ الامتحانات يوم الحد الماضي زي ما قلت لحضرتكو كانت اول ظاهرة غريبة الحقيقة يا جماعة في الامام اللي جان هي تكدس السادة المواطنين اولياء الامور ليه يا فندم؟ ليه يا فندم التكدس في الوقت اللي احنا فيه؟ حضرتك عارف احنا في الظروف صعبة بنمر بازمة صعبة ومن اهم شروط اجراءاتنا الاحترازية التباعد وعدم الاختلاط حضرتك بتتكدس قدام اللي جان ليه يا فندم؟ يعني انا عايزة فهم بس السبب هل حضرتك خايف على ابنك وبيمتحن؟ طيب ما هو يا فندم هو جوه اللجنة يعني حضرتك مستحيل هتوصله داخل اللي جان واحنا عارفين كده كويس مستحيل هتوصله مستحيل هتكلمه مستحيل هتشوفه طيب حضرتك وقفوا قدام الباب بتعمل ايه؟ بتوصله وهترجعه البيت ابناءنا من السنوية العامة دولولاد كبار يعني شباب الله اكبر عليهم يقدروا ان هم يروحوا الامتحانات لوحدهم ويقدروا ان هم يرجعوا لوحدهم حضرتك لو شفتوا الشكل اهو امام حضرتك تكدس الاولياء والامور امام لجان الامتحانات بالسنوية العامة طبعا انا مقدر قلق وفزع وهلع السادة المواطنين على ابنائهم ابنائنا من طلبة السنوية العامة مسابقة علمية مهمة ومرحلة تعليمية بانتقالية ما بين التعليم والتعليم العالي الكل بيتصابق عشان يوصل للقمة بكل تأكيد لكن وقفت حضرتك قدام اللجنة مش هي الحل يا فاندم مش هي اللي هتساعد الطالب على انه يوصل لكلية اللي هو عايزها يوصل لكليات القمة انه يطلع من الاوائل في هذه المسابقة الهمة يا فاندم ارجو من السادة اولياء الامور اولياء امور الطلبة طلبتنا من ابنائنا ابناء السنوية العامة ارجوكم يا فاندم سيب الطالب يروح لوحده حتى ما تعملوش قلق وهو داخل على اللجنة ما تحسسوش بتوتر سيبو يروح عنده ثقة من نفسه يدخل لجنته هو مذاكر كويس ان شاء الله و هيقدر يحل بإذن الله وحضرتك هتكون متطمن عليه واتطمن عليه بعد ما يطلع بالتليفون ويروح البيت تطمن حضرتك عليه مفيش اي مشكلة لكن عملية التكدس اللي حصل دي صعبة جدا يا جماعة صعبة جدا والحقيقة وزير التربية والتعليم يعني كان ليه موقف منع الحقيقة تجمع السادة المواطنين امام لجن الامتحان طب ما هيعمل ايه يا فاندم ما هو غصبا عن السيد وزير التربية والتعليم خايف على حضرتك وخايف على ابن حضرتك مفيش داعي يا جماعة للتكدس مفيش داعي يا جماعة للتكدس أرجوكم مرة واثنين وثلاثة مفيش داعي للتكدس طيب هو الحقيقة بعد ما بدأت الامتحانات كانت بتسير العملية داخل اللجان بكل يسر بكل يسر وبكل سهولة الحقيقة بدأت امتحانات اللغة العربية بعد كده بدأوا يوزعوا مراقبين اللجان البوكلة الخاص بمادة الدين أو التربية الدينية وهنا كان هناك واقعة معلمة حقيقة انا مش قادر افهم الكلمة دي هل هي ليقة ولا مش ليقة عليها كلمة استاذة ومعلمة لانها بتستغل الحقيقة اثناء توزيع بكلت التربية الدينية في احدى اللجان بتصوير الطلبة وبدأت تنشر هذه الصورة على انها حالة غش جماعي ياريت استاذ وليد يورينا الصورة صورة بتعبر عن وجود حالة غش جماعي داخل احدى اللجان السنوية العامة بعد تداول هذه اهيه الصورة امام حضراتكم حضراتكم شايفين الطلبة يعني مستحيل احنا كلنا كنا في سنوية عامة شايفين حضراتكم الصورة دي لو بيحصل غش جماعي عمرك ما هتشوف بالمنظر ده الغش الجماعي ما كانش كده يا جماعة الناس مش هتطلع من الدسكاتها ومن مكاتبها وتروح لحد مكتب زميلها عشان تغيش بكل سهولة ويسر يعني احنا بنقول بالبلد كده اللي ما يشتري يتفرج الحقيقة انتوا عايزين تفاهمونا كده عايزين توصلولنا ايه الرسالة اللي المعلمة دي عايزة توصلها لنا بهذه الصورة مش هتقدر يتوصل لنا اي صورة تشوه صورة الدولة المصرية احنا الحقيقة عندنا نظام والتزام فوق العادة يا فندم وزارة التربية والتعليم في مصر من اقوى الوزارات اللي موجودة في الشرق الاوسط اللي لم يكن في العالم اللي لم يكن في العالم الحقيقة وزارة قوية جدا وبتهتم بالتربية قبل التعليم يا فندم بتهتم بالتربية قبل التعليم يا فندم على الفور رئيس امتحانات السنوية العامة دكتور رضا حجازي بيرسل هذه الصورة اللي حضراتكم كنتوا شايفينها امامكم الان الى الجهات المختصة للتحقيق اللي بتثبت ان الصورة دي تم تصويرها اثناء توزيع البوكلة الخاص بمادة التربية الدينية مش هتقدروا تهدوا فينا مش هتقدروا تشوهوا صورتنا ما هي الفابركة عادتكم مش هتشتروها فابركة الصور عادتكم مش هتشتروها فابركة الفيديوهات يا فندم عادتكم مش هتشتروها لما حضرتك تصوري صورة زي دي وتوصلها لنا على انها حالة غش جماعي تبقى اكيد لك هدف يا فندم بكل تأكيد ومش هدف سامي هدف شر بكل تأكيد طيب هو الحقيقة ان كان فيه شكاوي من بعض طلبة السنوية العامة بخصوص مادة الانجليزي امتحان اللغة الانجليزية من صعوبة الامتحان الحقيقة وان ايضا رئيس امتحانات السنوية العامة الدكتور رضح جازي قرر ان هو يشوف الموضوع حسب الاستفتاء اللي هيتم طيب شكاوي امتحانات السنوية العامة عشرين عشرين فيه طريقتين يا فندم عشان حضرتك ترسل شكوتك لوزارة التربية والتعليم اول طريقة عن طريق منصة السنوية العامة ثم يقوم الطالب بادخال رقم الكود الخاص به يعني حضرتك هتخش على منصة السنوية العامة عن طريق شبكة الانترنت وهتدخل الكود الخاص بحضرتك ثم رقم الجلوس وبعد كده حضرتك هتقدر تكتب الشكوى وترسلها وهيتم الرد على حضرتك في اسرع وقت دي طريقة طيب فيه طريقة تانية وزارة التربية والتعليم اتاحت طريقة اخرى لارسال الشكاوي وهي عن طريق الواتساب برنامج الواتساب على الموبايل على رقم 011-4897-0610 هقول لحضرتكم الرقم الشكاوي مرة تانية على الواتساب 011-4897-0610 بنتمنى ان امتحانات السنوية العامة تكمل على كل خير وسلامة بنتمنى التوفيق الحقيقة والنجاح لكل طلبة السنوية العامة الدوري العام لكرة القدم المصري هل يعود الدوري للاستئناف ام يكون نصيبه هو الالغاء كامل التفاصيل والملابسات ولكن بعد الفصل اهلا بحضرتكم من جديد الحقيقة انا قبل الفصل كنت بتكلم عن الدوري المصري كنت بنوه ان احنا هنبدأ نتكلم عن الدوري المصري اللي اصبح صداع في رأس المواطن المصري بكل تأكيد بعد قرارات السيد وزير الشباب والرياضة بعودة واستئناف النشاط الرياضي في كافة انحاء الجمهورية وبعد قرارات السيد وزير الشباب والرياضة ايضا باستئناف الدوري العام وعودة اللاعبين للتدريبات بعد اجراء المساحات الطبية ولكن بيخرج علينا بعض الاندية وبعض رؤساء الاندية بالاعتراض اعتراض على ايه؟ اعتراض على عودة الدوري المصري او استئناف الدوري المصري لهذا الموسم وكان الحقيقة فيه عدة اقتراحات لللجنة الخماسية بقيادة الاستاذ عمر الجنيني مطروحة من الاندية علشان نعرف تفاصيل اكتر عن هذه عن الدوري المصري وعن استئناف الدوري او الغاءه هذا العام هيكون معنا الناقد الصحفي الرياضي الاستاذ حسين شمعة الصحفي بجريدة الجمهورية صباح الخير يا استاذ حسين استاذ حسين صباح الخير يا فندم صباح الخير يا استاذ حسين اخبار حضرتك يا فندم طمنا عليك الحمد لله في البداية يا فندم يمكن حضرتك سامعنا كنا بنتكلم عن الدوري المصري وان الدوري المصري اصبح صداع في رأس المواطن وليس في رأس الحكومة ولا الاندية الحقيقة لكن هبدأ مع حضرتك من قرارات وزارة الشباب والرياضة الخاصة بالنشاط الرياضي ما هي القرارات يا فندم من وزير الشباب والرياضة الخاصة بالنشاط الرياضي في أنحاء الجمهورية أستاذ حسين سمعني يا فندم زي ما لصبح عليك ومشاهدينك الكرام أصبح بيت شوي طيب حضرتك سمعني كويس حضرتك سمعني كويس يا فندم أستاذ حسين صبح الخير سمعني يا فندم السوق كده تظبط يا فندم عند حضرتك طيب يا فندم هو أنا كان سؤالي لحضرتك باتكلم عن قرارات وزارة الشباب والرياضة الخاصة باستئناف النشاط الرياضي ما هي هذه القرارات يا فندم في البداية بصبح عليك وصف الزعمات وعلى مشاهدينك الكرام وبركلك على قرامجك على قناة صاحة والمال شكرا يا فندم أنت على المنتميز يعني وربنا ببركلك في اللجاية شكرا يا فندم تسلم تاني بالنسبة لموضوع لعودة النشاط الرياضي في قص هي بقيت حاجة غريبة جدا بقى ملف شائج جدا في الشارع المطري هو الشغل الشغل دلوقتي ببعض الأندية بقول لها أنها عودة الدورة ولا لا بس أنا أحب أقول لحضرتك أنه فيها أنديية معترضة كثير قوي رغم من الاعترضات بالكلام دا كله اتحاد الكرة ماشي في إجراءاته الطبيعية جدا جدا عودة الدوري المصري بشكل يعني منهي إلا إذا ظهر فيه حاجات جديدة أولا أنه حدد يوم الأربع الجاي هو تحديد خلاص مصير الدوري وجدول وكلام دا كله تمام؟ معنى كده خلاص الخطوات الحالية دلوقتي هي عودة الدوري المصري طيب يا فندم هو يعني أهم استعدادات أو الإجراءات المتخذة بالنسبة لللاعبين لعودة الدوري إيه هي يا فندم؟ بصراح أقول لحضرت مؤل لك يعني الاستعدادات اللي عندها بعض اللي عندها الشغلية فيها دلوقتي المساحات والمقنونة على العيبة وكلام دا كله فيه مخاوف كبيرة جدا 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 بسبب زهور 13 حالي كرافة لأندية المصري أخير من محمد عواد حالي سبار من الزمن أنا كنت أسأل حضرتك لأنه الحقيقة مبارح الكابتن محمد عواد أعلن عن إصابته بفيروس كورونا والأقترب من كده نشكابلة أعلن عن صفحاته الرسمية أن عواد مخالط لبعض العيبة الزمن وبعض اللعبة غير الزمن فدي كارسة أكبر طبع هل فيه حقيقة أو مش حقيقة أو كلام دا كله طبع هل فيه ضغوطات نفس زمالك من حق الاتحاد الأفريكي أن أدى الحق لحكمات لتحديد معواد النشاط الرئيس لكن إدى الحق الأندية أن هي تعترض فنية لو كترة تعترض أنها ما يستكملش الدوري موضوع الدوري الزمالك على قمة الناس المصاردة على الدوري لات الأسباب زور حلقة أولا محمد عواد قبل كده الوقت أولاية الأول فالتحاد الكوروة لجنة الخماسية قبل 15 ثمانية لبدء الدوري تمام يا أستاذ حسين طب هل كان فيه مطالب من الأندية للجنة الخماسية لاستكمال الدوري المطالب اللي هي المادية على رأسها المادية والحفاظ على اللاعبين بالنسبة للمطالب المادية على حسب عملوات المسحات دمي مش على حساب الأندية المصرية على حسب عملوات لكن المادية فيه فلس اللاعبة مغيرتش فلوس فيه عمال فيه رعا فيه قصص كبيرة جدا وفي بالحضرتك هل يتم أن الاتحاد الكوروة يأخذ خطوات جدية أنه هل يعوض الأندية خاصة نحن راك الأهل والزبالك من إزاي طنطة طبعا من الاتحاد طبعا فيه خلافات جدا في المادية لو أحب أن ألاحن راك تمام أن الأربعة الجاي هيتم خلاص تحديد ملاعب هتكون ثلاث ملاعب راو اسكندرية وسأل يعتقد إقامة المباريات بشكل إيه قاسمي هيكون في الأسبوع الواحد فيه ثلاث لارة مباريات تمام بس أعتقد أنا أعتقد أن الدولة المصرية عبا الدولة المصرية أن الشأن كله يصبح للحكومة المصرية من الحقيقة الفيفا قالت الحق للحكومات بلئيسة الدكتور مصطفى مكول إنه يرجع للشاطر مصبوط من الحقيقة لجنة الخماسية والتحاد الكورة والآن ده حدده موعد أو إلغاء الدولة المصر الحقيقة يا فندم الفيفا كمان كان بيدعم الاتحادات المحلية بمليون دولار تقريبا كان الرقم دعم من الفيفا للاتحادات المحلية أستاذ حسين لاستكمال وعودة الأنشطة الرياضية أو الدوريات على مستوى العالم ده حضرتك كمان بس هون موضوع بين اللعبة دلوقتي مش موضوع مجيات يعني على حد عالمي إنش كبال أو حزمان قائد نزل زمالك علانهم خلاص نعبوا الدورة وفعلا اللي فيه بقى اعطى حقنة زمالك وقال ده معطار إنه أقدم شكوى إنه أقدم الدورة خوفة من المخاوف من اللعيبة كل اللي يكون في لعيب مصاب على سبيل المثال مثلا لما يجيدي مثلا لعيب ما أقول لها عرب لعيب 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 هل خالي تم لعيب خالي بقى حاجة إنه بتم مسحتين تلات تربع الأندية عملت مسحات الفترة الفترتين دول في مسحات تانية الفترة الفترة فعلا بدأت المعسكر نهارة الحرس الحصول راحة المعسكر الأهل اللي بيتمرن بقى أربعة سيام في فرق كتيرة جدا النهاردة المعاصر اضعب دول بعد المسحة التانية إنه يزم تدريب الفريق بشكل بس هو السؤال الزواتي الحراج مبتطيف أنا لو عملت مسحة تانية أو ثالثة وروا هل الأندية نفسها هترأي باللعيب بعد ما يختاري بحاجة تدي يبقى مطالب مني من تحاد الكورة إنه يوفر لي قبل المتش بستة ساعات يعمل مسحة للعيبة قبل المتش بستة إيه ستة ساعات ليه أضمن إن الفرقة كلها ما هتتشبه بالحكام بالهدريين بكل أضمن في يوم المتش هل ده مش مكلفة رزعمك صحيح صحيح طيب أخيرا يا أستاذ حسين هل توافق على المقترح على المقدم من سيادة المستشار مرتضى منصور لللجنة الخماسية بفوز النادي الأهلي بهذه البطولة وإن إحنا نلعب بطولة جديدة من 15-8 هل حضرك توافق على هذا المقترح بص حضرك في الدوريات اللي هي مثلا أوروبا وكتاليا وكامنا كله هل يكتل ترك القرب للفرق للقص اللي فاربول قبل ما تتوقع لكن الاتحاد الإنجليز ما تداش اللي فاربول من عدم لعب ماتش وكام بكل تاني حاجة أنا لما وفقش طبعا نادي الآلي ياخد اللقب كده من في نص موسم 17 تريمة من يبقى ممكن نحفر أي تقلبات مهما كان الفارق بالآن عندها لكن حسب اللوايح حسب اللوايح اللي يجوز نص على الاتحاد الكور هل يجوز إرغاء دوري نص دوري وعطي الفارق الأول الدوري هو ده السؤال المهم بس اعتقل ان فجح رجم الوحد لقرس عيد وكلام ده كله مش عارف مكان مفيش حد حسن دور لكن أنا اقتراح شخصي وانت اتفل معي فيه وبعض الدخان المقربين اتفضل سيادتك كيف ليتم الدور زي ما هو كده يتنقل الموسم الجديد كما يعجل ما حصلش اصلا ويتم عدد دوري قوة جدا 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 بداية خمصراش قوة سيدي شهر ساعة كاي تعين انه لما يكون نزبط الدوري بتاعنا بقى ان من 2011 احنا مزبطناش دوري خالص الضبط مع موعدنا خاص انت عندك بطولات مع منتخب وانتك ارتبطت بقى وزي ما اتبطت وضوطات قفافية وكلام ده اتنظر استاذ حسين شامعة الناقد والصحفي الرياضي بجريدة الجمهورية شكرا لحضرتك يا فندم شكرا جزيلا شكرا يا فندم الحقيقة الناس اصحاب القرارات يريد تعودوا مع بعض الاندية مع اللجنة الخماسية مع وزارة الشباب والرياضة اعودوا مع بعض اوصلوا للمصلحة حضرتكم عارفين مصلحة الكورة المصرية اكتر من اي حد حضرتكم عارفين مصلحة الدولة المصرية اكتر من اي حد شكرا لحضرتكم وشوفكم الاسبوع القادم باذن الله على الف خير صباح الفل عليكم